السلام عليكم يعطيكم العافية طلاب التاسع اهلا وسهلا فيكم بالوحدة الجديدة بعد ما انجزنا انوياك الوحدة اللي قبل وابدعت فيها وصراحة شفت كمية علامات وصلتني من الطلاب اشي يعني انا فخور فيكم جدا فخور فيكم جدا ورفعت راسنا كثير بإذن الله تعالى وطبعا والطلاب اللي ما زبط في امتحنات الشهرية ما في مشكلة جماعة الخير المهم انو اتعلم شيء واستفاد شيء وبالتجربة الثانية بإذن الله تعالى انك راح تجيب العلامة وتبشر ان تكون امورك شو مالها كويسة هسا بدي اتفق معاك واتفاق تعرفوا استاذ نادر استاذ الرضيات عدد بلشان في بلش يا جماعة الخير الله اعلم كيف بلشان في المهم وكاد المرس الدراستك بشكل عام هسا اللي بدي يسير يا جماعة الخير بإذن الله تعالى على اليوتيوب راح ينزل حصة الشرح تأييد المادة عشان احنا نكون هيك مرتبين امور كويسة عشان نعرف الطلاب اللي بتابعوا معنا وشغالين معنا وامورهم تمام حلول التمرين تأييد المادة وين راح ننزلها على البطاقة ليش يا استاذ لانه هاي البطاقة مجانا لالكم من منصة دراستك اي طالب يمكنه يحصل هاي البطاقة بتواصل معنا عرقم الواتساب او عرقم المنصة وبتفعل له هاي البطاقة هو بصير يحطر معانا طبعا ما راح نقصر معاكو في موضوع الرد على الجميع وطبعا كل التفاصيل موجودة بالكابشن واجراءاتكو اليوم شو جايين نوخد اليوم جايين نوخد قاعدة حلوة جميل جدا احلى من قاعدة خلنا نحكي الوحدة اللي قبلها اللي كانت الافي كلوز اذا بتتذكروا اليوم قاعدتنا بتحكي عن الكميات الكميات بسموها تعبيرات الكمية والله من اسم الدرس مبين موضوع صعب طبعا انا اليوم برشح يا جماعة الخيار ومع ذلك عم بصبر لكم الحصة حتى لو اني برشح ما عندي مشكلة المهم فتوصلكو يا بشكل عام بالعكس المسمى تاع القاعدة جدا جميل وهاي القاعدة اصلا بتدخل في كل مجالات اللغة الانجليزية وكثير انت لازم تكون عالف حتى والله طلاب في الجامعة لما يفوتوا عالجامعة يجي يختبروهم في فحص المستوى انه بسألوهم عن هاي الادوات فانا متأكد انت وانتي فخمين جدا ورح نفهم الحصة اليوم وتكون امور شمالها اكويس طبعا القاعدة موجودة بكتابكو بباش ففتي ون ورح نشكل كل هاي التفاصيل زي ما وعدناكو رح ننزل حصص على البطاقة طويلة تتواصلوا معاهم عساس انه يتبع الحلول معانا ونعرف مين الطلاب الفخمين اللي بحضروا معانا هسا يجوعا نقوله السادة يمش رح تنزل عليه لا طبعا قناتي انا مش مقسم مع حدا بس بدياكو تفوتوا على البطاقة لانه اللي بفوت على البطاقة هناك رح يديروا بالهم عليهم بطريقة اكثر رح يطلع لهم كمان مادة عربي وشغلات ويعني فيه شغلات كثير منص الدراستك رح يقدمها للطلاب اللي بروح وفعلوا هاي البطاقة تمام؟ وهي مجانية تخفوش فيش رح ندفعك عليها ايش من مرة المهم طيب حصتنا اليوم يا استاد عن ايش بتحكي طبعا انا هنا شغال بالحصة والمكيف وقراسي وانا مرشح فامورنا يقول استنموا شكرا خلص المهم الله يسلمكم جميعا ايه هتصمعنا الاستاد اقعد معلك وبتخير موضوع المهم اسم قاعدتنا الكوانتيتي اكسبريشنز بسموها تعبيرات الكمية طب شو بدك مني يا استاد خلينا اليوم ندردش بهاي التعبيرات ونشوفت انها سهلة او صعبة شايفين هدولا مجموعة الكلمات اللي انا ما استخدمها هون هاي الكلمات رح تدخل معانا في كل المادة هسا تاسع عاشر اول ثانوي توجيه دائما رح تلاقوا هالأدوات موجودة فهي جزء منك لازم تكونوا دير بالك عليها طيب اول ايش خلينا نتعرف عليهم انا لما بقول لك كلمة لتل ليل 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 عقولت الامريكان ها لتل معنى هالقليل تمام طيب خلينا نتعرف عليهم بالعربي وكمان شوي اسم نفهم استخداماته فانا كلمة اسمه متش معنى هالكثير اوكي جميل كلمة مني كمان معنى هالكثير حيجي طالب وقول لأستاذ كيف ده ميز بين متش وماني هاي نجي نحكي وراح نفهم كل قصة ولا تخافوا اف يو معنى هالقليل ايه استاذ طب ما صار في اندي هنا قليل وفوق القليل يا استاذ ما تقلق خليك رواق الانجليزي حلو ومس صعب ركز معي شوي اه استاذ صار عندنا هنا كثير 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 طيب بعدين استاذ انتكمل معاي واعرف معنيهم وجيب دفتر ولخص لي ايهم يلا سم معناها بعض بعضا من واني معناها ايا من شوفوا وهيشد حتى نالكو عشان اللغة العربية عشان تقول له محروس انه مشاطر بالعرب المهم هاي الادوات في اللغة الانجليزية جماعة خير تستخدم لتحديد كمية الشيء ولما اقول لك تحديد كمية الشيء شيء وليس فعل وليس صفة وليس حال شيء شيء يعني ناون يعني اسم والاسم باللغة الانجليزية جماعة خير بنقسم لقسمين فيش اسمه countable اسم معدود و uncountable اسم غير معدود رح يجي يقول لي طالب استاذ انا عندي مشكلة في معدود وغير معدود بقول لك لا 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 تخاف المعدود والغير معدود موضوعهم جدا سهل جدا استاذ اه في الانجليزية اول اشي عشان تميز الاسم المعدود والغير معدود هو الاسم الذي يقبل الجمع يقبل ان يجمع زي لو اجينا كلنا كلمة car سيارة اجمعها cars سيارة سيارتين ثلاث اربع ايه اه والله بتنجمع السيارات ما في مشاكل لو قلت لك student طالب اجمع لي اياها يلا students طالب طالبين ثلاث طلاب اربع طلاب الطلبة كويس بني بني معناها اجمعات الخير اللي هي قروش قرش اه اجمع لي اياها تجمع بتصير بنز بتنقلب الواي لا اي اي اس بتصير معناها قروش قرش كرشين ثلاث اربع قروش خمس قروش ست قروش تمام تعالوا على كلمة friend صديق friends اصدقاء حلو تعالوا على answer اجابة اجمعها answers اجابات اجابة اجابتين ثلاث اجابات صديق صديقين ثلاث اصدقاء يا سلام book كتاب اجمعها يلا book كتاب book two book three book كتابين ثلاث books الى اخر يتجمع جميل تعالوا على question سؤال يلا questions اسئلة سؤال سؤالين ثلاث اسئلة اربع اسئلة هاي الكلمات وقيسوا عليها باللغة الانجليزية تجمع وتقبل اس الجمع اس الاسماء وليس اس الافعال اس الافعال موضوع ملناش فيه اس طيب تعالوا على كلمة miser 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 معناها بخيل الشخص البخيل يلا عندي بخيل بخيلين ثلاث بخلاء اربع بخلاء خمس بخلاء تمام miser's البخلاء المهم الاسم المعدود في اللغة الانجليزية الذي يقبل اس الجمع وكيف نعرف انه يقبل اس الجمع حسب قداش منقرأ ومندرس في مادتنا وقدام رق علينا كلمات ورح يمرق علينا كلمات رح من يوم مطالع نسي يقول لك هذا معدود وهذا غير معدود الأمور سهلة اما تعالوا شوفوا مجموعة الاسماء التي لا تقبل الجمع لا تقبل اس الجمع زي money ما بصيرش احكي monies مصاري مصريتين ثلاث مصريات اربع مصريات تزبطش اها غلط هاي لا تقبل اس الجمع ممنوع في الانجليزي لا تقبل لا تقبل الوا الجمع او اس الجمع تعالوا عكلمة water بدي احكي water's مي ميات بصبطش يعني من يوم مطالع المي والزيت والسكر والشاي والطحين وهاي الشغلات لا تجمع اه لما اقول لك sugar salt لما اجي اقول لك اه flower على سبيل المثال الى اخره هاي اسماء لا تجمع كلمة money طب اصلاد كيف المصاري بجيبتي بتنعد اوكي لما بقول لك one g d two g d هذا موضوع اخر بس كلمة money في الانجليزي لا تقبل الاس يعني احفظ اي اشي بشبه موضوع الووتر السوائل لا يقبل الجمع water oil زيت مي كده لا تجمع ما بشير نحكي او نضف لهم اس طيب تعالوا عكلمة advice advice معناها نصيحة ما بشير احكي advices بالانجليزي تمام اذا الadvice لا تجمع تعالوا على information معلومة ما بشيرش احكي information معلومات بالعربي بيصير بس بالانجليزي لا تقبل الاس طيب تعالوا على food اي اشي بشبه الطعام منسف مقلوبة مجدرة كذا الى اخره كويس بما انه جاينا عجيه ورمضان و الى اخره ف food لا تقبل الاس ما بشير احكي foods اه ما بزبط طيب تعالوا على milk يلا الملك تابع للسوائل اهه ما بشير احكي milk حليب حليبين ثلاث حليبات اربع حليبات مزبطش تعالوا على gold الذهب وطبعا وما عادنها ما بشيرش احكي مثلا gold silver ذهب فضة الى اخره اضيفهم الاس اذا مجموعة هاي الاسماء لا تقبل الاس فهذا اسم غير معدود اذا انو ياكو ميزنا بداية في اسماء في الانجليزي تقبل اس الجمع وفي اسماء لا تقبل اس الجمع تعالوا انقيس انو ياكو الغياس يا بنانا بوزة بناناز الله يعطيك العفو احنا قلنا اي شي بشبه الاكل والشرب اه صح مزبوط السد خاص ماشينا يا حاضر طيب اجي اقول لك على سبيل المثال اوكسجين اوكسجين اوكسجينز مزبوطي صح طلاع خلاص انت هيك بتصير تلقائيا تعرف انو هاي لها تقبل اس الجمع طيب لو اجينا على cat قطة cats قطة 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 قطين تلت قطة اربع قطة اه والله تجمع تمام لو اجي قلت لك house بيت house بيت بيتين تلت بيوت اربع اه والله اسماء هاي تقبل الجمع houses فيمتو كيف اللعبية طيب شو بلزمنا موضوع المعدود وغير معدود استاد انو نتعامل مع هاي الادوات افهموا علي شو القصة انا اقسم لك الجدول هنا قسمين انو مين بزبط معاي يكون countable معدود و uncountable غير معدود يلا نكتب هنا countable معدود و uncountable غير معدود بدي ايك تحفظ معاي طبعا انت هسا مع الاستخدامات مش رح تحفظ اصلا بس ومع ذلك تحفظ احفظ طيب لما اقول لك little القليل كلمة القليل يا جماعة خير ما بتيجي مع الاسم المعدود كلمة القليل بتيجي مع الاسم الغير معدود يعني لو بدي احكي القليل من المال من المال اه يلا بتقول لي little money القليل من المال القليل من الاموال طيب هيك بديك تحفظ little بتيجي مع الاسم شو ما له الغير معدود اللي بعدها تعالوا على كلمة موتش الكثير الكثير ما بتيجيش مع الاسم المعدود ما بيزبط يعني موتش ما بيجو مع هدول غلط مع مين بيكونوا مع هدول طب لو بدي أحكي الكثير من الماء يلا شو بحكي موتش ووتر الكثير من الماء هذا الجدول جدا ممتاز يليت أنه تكتب عندك الدفتر ولأجمل تلخيص بروح على صفحتي على فيسبوك أو على جروب الإنجليزي بنشر هذا التعليق من ربحه كمان بطاقة ما عندنا مشكلة لما أدي فيه زر رضيات كيميا أساتسي اللي أنا بدرس معاهم وزملائنا وحبيبنا ما عندنا مشكلة كويس ولو بعدتلي الملخص إلي كمان حنشر وأنا ما رح أقصر معاكم طيب كلمة مني هاي مني ما بتزبط مع الاسم الغير معدود مني الكثير هاي المني بتزبط مع الاسم المعدود يعني لو بدي أحكي الكثير من السيارات ما بعد جيب أحكي موتش كارز غلط شو لازم أحكي يلا مني كارز العديد من السيارات والله عندي كثير سيارات يا ريض الله كريم يا جمعة الخيال طيب فيو أستاذ طبعا عنا فيو إحنا هون أليتل وعنا أفيو طبعا في الإنجليزي هي مش فيو هي لازم تكون أفيو قنا نزبط لكم إياها تمام أفيو يا سلام يلا وين اللون الأخضر بالله عليكم أنتم مبسوطين بالحس آه والله مبسوطين يا أستاذ وحتى هيقلولي تضلك شو تحرك كثير كمانا وفعيني ثابت أبوري تمام طبعا ما يقولولي أنتم بضلك يميني شمال فوق قدمت خلص هاي دي ثابت يتجمعات خير المهم عضم الحماس بكل واحد مرات يلا بتحرك تحرك مبسوط لني بدرسكه شو بتكو حسن من إياك أفيو القليل ما بتزبط مع الأسماء الغير معدودة الأفيو يعني أفيو لو بتحكي القليل من الطلبة بتزبط مع هاي شو باجي بحكي أفيو ستيودنس القليل من الطلام يا سلام إذن بدياك أنت في الإنجليز يلا تكون عارف إنه القليل والكثير مع الأسماء الغير معدودة أما كلمة مني وأفيو هاي بتزبط مع الإسم المعدود هدول عكس بعض ما فيه طلع مني عكسها ماتش ولتي العكسها فيو أما شايفين هدولا الثلاث حبات هدولا بزبطوا مع هيك وبزبطوا مع هيك رح يجي واحد من الطلاب وصد يقول لي كيف بدي أميز إذا أنا جاب للأستاذ هاي وهاي شوفوا رح تقدروا تميزوا كلمة أني وسم وقلط هدولا زي بعض تقريبا هاي أني رح نستخدمها أكثر إشي بحالة السؤال وبحالة النفي هدولا التنتين آه يعني نستخدمه سنقدر نستخدمه بكل حالات بس هدول الأني رح نشوف عنها اليوم للسؤال والنفي هنكتب عليها ملاحظة ونشتغل يط لما بدأ أقول الكثير a lot of cars بزبط أحكي a lot of cars لو بدي أحكي الكثير من الأموال يلا بقدر أحكي a lot of money الكثير من الأموال إذن هدولا مشتركات هدول فيش فيهم مشاكل كلمة a lot of ضعبط مع الكل وآسا كمان شوية رح تشوف كديش أنت فاهم وحتحل معي التمريل أنا مجحز لكي هلات خار تعال على some بعض بتزبط معهم كلهم لو بدأ أحكي بعضا من الكتب يلا باج بحكي some box بعضا من الكتب وبنفس الوقت some بتزبط مع الإسم الغير مقدود لو بدأ أحكي some food بعضا من الطعام بقى والله ضعبط أما تعالوا على أني أني أستاذ ضابطة مع كل إشي بس أكثر إشي رح ركز على أني هين دكتبها هون هاي أني تستخدم مع النفي negative حالة النوت يعني لما دنفي شيء وحالة question النفي والسؤال هدول ركزوا عليهم كثير ورح تجيب سيرتهم هين كتبتلك مراهضة هون لحال هاي التركيز هبدي كون مع النفي والسؤال أقوى بتكون أقوى بالاستخدام فلما تقول لك هل يوجد أيا من الطلاب بتسأل سؤال هل يوجد أيا من البخلاء مثلا ميزرز آه بخلاء ها ميزرز تمام بتوزبط لو بدحكي هل يوجد أيا من الذهب آه لا يوجد ذهب فيش عندنا ذهب بتقول لي any gold خلص فيش عندنا إذن هدول التلاتة طلعونا نحط عليهم نجم هدول زابطات مع كل إشي أما دك تدير بالك هدول الحبتين استخدامهم لحال وهدول الحبتين استخدامهم لحال يلا خذ سكرين شوتاتك هذا أروع شرح لهذه القاعدة وأبسط شرح ممكن تلاقي لهذه القاعدة مستحيل تلاقي أبسط منها أنا داير بالي عليكم بطريقة لأنهم قالوا لي دير بالك عطلاب الصف التاسع فأنا داير بالي عليكم طيب أستاذ الإنجليزي ما بنفهم الشرح آه والله سيد بارف لازم مثال اللي ثبت لي الأمور شو رأيكو أنه يا كنحلي لأنه حسة ونجرب فيهم منكون خلصنا أول حصة وبعديها يا كبير بتروح على منصة دراستك وبتعمل إحساب لأي لك وبتقول لي مرحبا أستاذ إلي أولى المنصة بدي بطاقة الصف التاسع الإنجليزي بدي أحضر حل التمرين آه بتصير تحضر هناك وإن شاء الله كمان على اليوتيوب ما بنقصر معاكو بس على البطاقة أسرع التنزيل من اليوتيوب مرات اليوتيوب بطول شوي التنزيل بأخذ مننا وقت أما على البطاقة ولا الحصة واصلة عندهم اتفقنا اتفقنا عشان أستاذ نادر ما أرجع الفكرة بسر يقول لي أنت طلابك على اليوتيوب هدول مش حقيقيا بقول له يا زون كل هالماسيجات والعلمات توصلني مش حقيقيا عشان هو جاب عداد أكثر مني بقول له ماشي والله لو أرجيك حخليهم نروح على المنصة وتشوف العداد بعينك قدش هدول الطلاب وأنهم فخمين ورائعين يلا المهم تعالي نشوف هاي الإجزامبلز شوف أنت في المتحال لا تلاخم كثير طلاب بقول لي أستاذ أنا بكون دارس ومزبط أموري تمام كده بس فوت عم تحام بجيبش علامي لأنك بتلاخم بالرواقب بالرواقب بجضروري أنا أكون فاهم كل إشي بس أنا اللي فهمت وشغلي وحدي كلمة مني مصاري هذا كاسم بنكتب عليه غير معدود إذن أنا بركز على الإشي اللي بيحكي عنه لينا وانت تهاف بدها تحصل على مني مصاري مصاري اسم غير معدود هاي أول خطوة بسوي خطوة اثنين بنزل على الأدوات وبمسكهم حبة حبة طيب أنا آسف تعالوا على كلمة مني حسب الجدول اللي حفظنا كلمة مني تستخدم مع الاسم المعدود فالتلقائيا حتقول لي هذا غير معدود هاي مني آه هاي تطلع بره الشو تلقائيا خلص انت عارف الأدوة وحفظها احفظ الجدول طب أفيو معناها القليل القليل تستخدم مع الاسم المعدود ايه كمان هاي مع السلام إذن طلعت هاي لا يا شيخ انوان تعني نفهم ليش ألوت أوف بتزبط مع المعدود وغير معدود فهي ظابطة أمورها كويسة المعدود والغير معدود يعني أمورها حلوة فالإيجابي سي يلو نقع مع بعض لنا أرادت الحصول على الكثير من الأموال كولي كبير كولي كبير أمورك حلوة كمان حبة نور أرادت أن تصبير نور أرادت أن تصرف money as شي كان نجينا على كلمة money نغير اللون نستخدم اللون الأزرق يلا عشان نقدر نميز هاي اللون الأزرق تعال على كلمة money بنرجع لقصة غير معدود احنا منركز على الإشي اللي بيحكي عنه المصاري طبعا في الإنجليزي وجود هاي الأداة هاي الأداة كلها تكملة as والاسم بيجي هون تمام هاي بموس يعني بيستخدموها للمسواة بين شيء أنه يكون معها القد أو تستخدم لأنه فيه أعضي شيء يعني مناش تدخل فيه خاص المهم ديروا بالك دول الأدوات مع بعض as مثل مثل same مثل مثل دير بالك المهم نرجع لموضوع الأولى على الأولى تعالى تعالى كلمتي فيو القليل هاي تستخدم مع الاسم المعدود وأنا عندي هنا ماني غير معدود بقولها الله يعطيك العافية إلي بعدها as much عسا هيجي يقول لسهات خلاص بيانت هاي as هاي as هاي تكتب بس طول بالك much اسم أو تستخدم much معناها الكثير بس تستخدم مع إيش مع الغير معدود آه خليلي إياها كويس المفروض هاي إجابتنا كمل a little كمان أستاذ القليل هاي تستخدم مع الاسم الغير معدود شو أخطار أنا أستاذ هس هون لأنه هو حط لك as فما بده هاي تعرف لو الاس هاي ما كانت موجودة تقدر تقول يلا to spend a little money بس لأنه حط لك هاي الاس فهو زي قصده أنه خرب لك الوضع ما بدي هاي والله بدي هاي هاي أقوى بس لو ما كانت as موجودة بتكون إجابتين طبعا هالإجابة غلط وهالإجابة صح لأنه هاي بدأت تكون إلها تكملة هنا فبتصير إجابة يلا الكثير من كمية الأموال الاس كان قد ما بتقدر إذن هو ممكن الأستاذ في المدرسة يلعب معك موضوع الأزات ويكون معك تنتين زابطات بس هو بديه واحد وبيديوش هديك الثاني يعني بيصير تلاعب في الامتحانات وما في مشكلة هذا إنجليزي ما في مشكلة انجرب كمان حبي طبعا إذا بدك أمثلة زي هيك راح نأخذ أمثلة كثير في حل تمني الكتاب هاي أمثلة من عندي أنا غير على الكتاب لأن الطلاب طلبوا مني وستكثر لنا أمثلة غير أمثلة الكتاب فصورت أنا أجهز لكم أمثلة من عندي حتى القطع جهست لكم أسئلة يعني زي ما تقولوا التجربة الثانية بالشهر الثاني مضبط لكم أمور أحلى عشان هيك أنا قاعد بخرج لكم أشياء كويسة وبصور لكم أشياء ممتازة بإذن الله جميل علي wanted to save علي أراد أن يخزن بنز قروش inside the big bank big bank هايزة الحصالة بس بيجي شكلها بايدا عنك وهيك شكل خنزير وهيك كذا فبسموها big bank حصالة المهم أصلا البانك هو نفسه البنك اللي بتروح ليه البانك هادي هو حصالة مكان خزني يعني اه ايه كويس بدو يخزن بنز بنز اسم قبل الجمع خلاص اسم معدود إذن طيب بقول لي ما بميز بين معدود غير معدود هذا الاسم جمعوه يعني واضح إنه هو بتعامل مع اسم معدود كويس نيجي على much هاي لا اسم uncountable اسم غير معدود بقولها يعطيك العافي معناها الكثير طبعا هنا أخونا بالله علي بديو يخزن قروش في الحصالة تخيل قروش مش قروش هذا شكله بخيل من النوع الطراز الرفيع طيب little تستخدم معناها قليل ومع الاسم غير معدود بقولها يعطيك العافي تعال على few تستخدم مع الcountable مع الاسم المعدود طب هاي هذا اسم آه والله إذن هاي الإجابة تخيل أخونا علي علي wanted to save a few pennies بديو يخزن شوية قروش يريدو يخزن كل القروش شوية قروش عنده بيقي بانك في هاي الحصالات كلها فعلي يزم خبيرك خمسينات عشرات لرات تحتاجهم يعني خب قرشك شو اسمه هذا الأبيض ليومك الأسود ولا يا خب قرشك الأسود لا أعرفش المهم آه هي هي هيك المهم اللي بعدها اللي بعدها هون الطالب ممكن شوية نعجب ركزه why do we need to buy milk الموضوع بيحكي عن الحليب ليش لازم نشتري حليب كله الأهل بيبهدلوا في الولد ليش بدك حليب كاعد في الصبر ما أرى كتبع بدي حليب بدي حليب طيب milk اسم غير معدود كويس إذا بتلاحظ هاي الجملة عشيكي السؤال آه دير بالك كلمة سؤال بتفرق معنا طيب we don't have in the fridge ما أنه هاضي الاشي بالثلاجة شو الاشي اللي بيحكي عنده الحليب كويس تعالى كلمة money money تستخدم مع الcountable مع الاسم المعدود وهون الحليب غير معدود بقولها يا بطيكي العافي أنا أيا من تستخدم مع المعدود وغير معدود مع الجهتين معدود وغير معدود countable وuncountable طب some يلا some شو رأيكو في كلمة some بتصبت لتنتين معدود وغير معدود معناها بعضا من معدود وغير معدود طب أستاذ أنا كيف دميز هدولا التنتين صح لأنها حالة سؤال لأنها جوابها نفي فالأقوى الأقوى شو داك تقول لي ما تقول ليش صم عنده صم ضابطة بس الأقوى بالاستخدام أنا إذن دير بالك الملاحظة اللي كتبناها قبل شوي الأني مع النفي والسؤال أقوى في الاستخدام إذن إجابتك شو بتصير يا الله why do we need to buy milk ليش لازم نشتري الحليب we don't have لا نملك أيّا عنده في رجل أنه ما عنا حليب بالتلاج بس هي قاعدتنا خد سكرينشوتاتك لهذا الإشي خلصت قاعدتك خلص يعطيها العافية والله يا أستاذ حلو الإنجليز يطلع ولكن الإنجليز شطارته قديش من حل لذلك يلا بالحصة السجاي راح نحل كل التمرين سواء كتاب الاكتيفتي أو كتاب على قاعدة المتش والمني والأني والسم والألوت وكل الأدوات هاي إن شاء الله ما راح نقصر معاكم بتمنى أنا حصة كانت حلوة وفخمة وقصيرة مش طويلة قالوا للطلاب سيد زبطنا الوقت بدناش نكون الحصة أي إشي خطر عبالك أنا ما راح أقصر معاكم إحنا هاي تجربتنا معاكم إحنا معلمين توجيهي يجينا معاكم ندرسكم المادية فزي ما تقول إحنا بالتوجيه حصصنا بتكون بالوقت الفلاني بالطريقة فإيش ما بدكم وإحنا مشينا معاكم بحيث إنك تجيب العلامي شوه العالي أروع ناس في العالم أفخم ناس في العالم ويسعد دينكم جميعا وإلى اللقاء